السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة بصر بودر وتوم بودر وكركم وبابريكا وكمون وكسبرة نشفة وكمان معي اوراق فراخ مقطعوها مكعبات بالشكل ده وغسلاها كويس ومجهزاها اول حاجة بقى هجهز التدبيله هحط عصير اللمون والتوم والزبادي الزيت والخل والسوياسوس والبهارات واقلبهم كلهم كويس مع بعض وبعدين انزل بالفراخ واهم حاجة تكون الفراخ مقطعينها من الاوراق مش من الصدور لان الاوراق ما بتاخدش وقت في السوا وبتستوي بسرعة لكن الصدور بتاخد وقت وممكن تنشف على النار كده بعد ما حطينا الفراخ في التدبيله هنسيبها في التلاجة مش اقل من ساعتين وياريت تكون ليلا كاملة كده بعد ما طلعت من التلاجة اكون مجاهزة فلفل متقطع بالشكل ده وبصل ومعي اعوات شيش طوق حطها في مياه مغلية قبل ما استخدمها عشان لو استخدمتها كده على طول ممكن تتحرق مني هرص كده الخضار بالشكل ده زي ما انتم حابين وبعدين احط مكعبات من الفراخ احط كمان قطعة يعني ارص شوية خضار وبعدين احط قطعة من الفراخ وبعدين اكمل آآ رص خضار تاني واحط بينهم برضو آآ قطعة فراخ كده كده الاهم حاجة ان انا اقفلها في الاخر با بقطع من الطماطم او لو في طماطم شيري اقفلها من فوق بيها عشان ما فيش حاجه تقع منها او يفكه و بس كده بقيت جاهزة معايا هروصها فصانية واكمل باقي الكمية بالشكل ده اروص برضو آآ قطعة الخضار وبعدين احط القطع الفراخ ولازم ان انا حط بصل في الاول على الشيش لان البصل بيبقى جامد شوية وبيمسك معايا الفراخ وكل الحاجات دي عشان مفيش حاجة تقع من على الشيش كده بعد ما رصيت كله على العود هحطها هقفله في الاخر بقطعة من الطماطم عشان تمسك معايا كل ده وبس كده هحطها في الصانية وهكمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة اشتركوا في القناة كده بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا ماشاء الله الفراخ اديتني كمية حلوة قوي وكمان شايفين الوانها متنسكة وشكلها حلو بتدي شكل حلو قوي على صفرتك لو فيه اي ضيوف او اي عزومة منجزة جدا في الوقت مش بتاخد منك وقت خالص ولا تكلفة هنبدأ بقى ان احنا نسويها في كذا طريقة للتسوية ممكن اسويها على البوتاجاز في الجريلة او في الطاسة وممكن ادخلها الفرن تحت الشواية مع التقليب المستمر طبعا عشان تستوي من كل الجوانب وتكون مستوية كويس انا هعملها على البوتاجاز في الجريل حط قطعة كده من الزبدة واهم حاجة ان انا سأسيب الجريلة لما تسخن قوي وبعدين انزل فيها لفيه بالسكل ده لازم يكون سخن قوي عشان تاخد الصدمة على طول وما تنزلش المياه بتاعتها لو انا حطيتها والجريل بس انها لسه مسخنتش هتنزل ميتها ومش هتتخمر معاك بسهولة وكمان ممكن تنشف وتتحرق بس كده لما حس انها خدت لون من على الجنب اقلبها على الجنب التاني على طول وما سبهاش فترة عشان ما تتحرقش هي مش بتاخد وقت خالص بتستوي بسرعة جدا انا قلبتها كده على الجنب التاني برضو هسيبها شوية واقفل عليها الجريل واسيبها دقيقتين تلاتة وافتح تاني اشوفها استوت ولا لأ كده بعد ما خلصتها بجده ما خدتش مني على النار غير اتنشر ديها بالضبط طلعتها وبقت مستوية بالشكل ده وكمان ما سبتهاش قوي عشان ما تتحمرش قوي وما تتحرقش لأ كده هي خدت اللون المزبوط وكمان مستوية كويس قوي وطعمها حل قدمتها بالشكل ده كده معروس بالخضار هسيب لكم لينك الفيديو بتاعه في تحت الفيديو وكمان ممكن تعملوه في كده مع كاتشاب وميونيس بيبقى حلوة قوي يعني ليه كذا طريقة بجد الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا والطعم بجد تحفة جربوها وقلو الرأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة والأول مرة يشوف قناتي ياريت تشترك فيها ويفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة